الاهلي المرعب يتعاقد مع اربع صفقات نارية في يوم واحد تاريخي وكولر يجدد تعاقده لمدة ثلاث سنوات ولاعب الزمالك يرفض التجديد ويرحل لتركيا والاهلي يواجه العين في عودة البطولة الافرق اسيوية واخر فرصة لمحمد مجدي افشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والصرات والسلام على رسول الله وننساش يا صديقي العزيزينك تعمل لايك للفيديو وشيرك للفيديو في كل مكان منساش تركك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرش وصارك كل جديد وتعمل فروق او متابعة لصفحة الفيسبوك الاهلي اللي عادت اكلمكم بقالي شهور عن الاحترافية في التعامل مع الصفقات في هذا الموسم قلتلكم ان من بعد الاهلي ملقيدة افل في الموسم اللي احنا فيه ده وخلاص كده كل نادي تعاقد مع اللعب اللي هو عايزه اؤيده الاهلي بدأ يشتغل في ثانية في تاني يوم موسم الاندخالات افل فيه والقيد افل فيه يعني لو القيد مثلا افل 31 تمانية عارفوا القيد افل بعد كده في مصر لو مثلا افل 31 تمانية واحد تسعة الاهلي اشتغل عطول وقلتلكم قبل كده كان فينا سألتني هو انت كل شوية تقولي الاهلي ينهي الاتفاق مع لاعب الاهلي ينهي الاتفاق مع لاعب ووضحت لحضرتكم قبل كده الفرق بين ينهي الاتفاق وينهي التعاقد ورسميا في الاتفاق ايوه الاهلي كان عينه على ما لا يقل عن مئة لاعب بدون مبلغة في كل مركز ستة وسبعة وتمن وتسعة لاعبين حتى المراكز اللي الاهلي مش عايز فيها لعيبة كان بيدور على لعيبة ويجهز لعيبة علشان لو حصل اي حاجة لقدر الله لعب جد رباط صليبي لعب هيغيف لعب هيرحل لعب هيمشي لعب كسر شرط جزائي الاهلي بيحط في حسبانه اي حاجة طريقة احترافية غير عادية بيدار بيها ملف الصفقات في النادي الاهلي هذا الموسم بالذات بعد دخول الاستاذ لو انا فكر اسمه صح خالد عبدالقادر وبرضه فكرينيوا اسمه في الكومنتات الراجل اللي انا يمكن مش عارف اسمه ايوه لكن عارف انه هو عنده دماغ يعني زرية في موضوع ادارة الصفقات وادارة كيفية التعامل مع اللاعبين اللي انا اقدر اشتريهم واجبهم عن طريق ان هو الاول بيكلم النادي ياخد رأيه النادي موافق بيتفق معاه على رنج في السعر معين الاهلي يقدر يدفعه والنادي يقدر يتقبله وبيع هذا اللاعب بعد كده خد موافقة اللاعب بيروح للوكيل بص بقى الاحترافية في التسلسل يسأل الوكيل اللاعب ده ينفع اشتريه وينفع اقده عندي اه ينفع مفيش اي مشكلة او ما ينفعش ينفع انا عايز اعود مع اللاعب بيعود مع اللاعب يقول له يا سيدي الفاضل احنا النادي محترم بنخش على النادي نشتري اللاعب منه مش بنروح اه اه نهربك او بنروح مسلا نقول لك اه اه تعالى بس باركش دعب النادي وادفع لك شرط الجزائي لا بنروح نطلبك من النادي اللي انت بتلعب فيه لو سمحت عايزين هزا اللاعب طب احنا هجلنا لك سكة ودغري انت جاي سكة ودغري وعايز تلعب في القليل طب تلاتل بتاعك كام قد كزا احنا سقفنا قد كزا موافق موافق مش موافق خلاص بينفض له ويشوف اللاعب تاني ولو موافق وهو هيعيده في الليست عنده بيعرف اللاعب ده بمنتهى المصدقية اننا بكلمك علشان لما عوز اجيبك انت احد المقترحات انت مش رقم واحد ولا اتنين ولا اتنين عندناش ترتيب بص الادارة الاحترافية في التعامل والاتفاق مع اللاعبين الموضوع ده يا جماعة مهم جدا وبييتم التعامل فيه في معظم الفرق الاوروبية فالاهلي بيدير المنظومة بطريقة احترافية اوروبية ومازال بيطور من النفس طبعا ده غير المدينة الرضا قليل العالمية للاهلي بصارت انشاءها ان شاء الله المهم خلاص تمام طبعا عشان كده بقولك الاهلي اتفق معها كذا واتفق معها كذا واتفق معها كذا الحمد لله انه بعرف يعني في فضل من ربنا عز او جليننا بعرف جيب الاخبار دي وبعرف اجيب اسام widgets. لعبة الاهلي متابعها. والاهلي متفق معاها. والاهلي مزبط معاها. ندخل بقى في الجد بقى معلم. معاش تقول التعليك بس معرفك حاجة مهمة جدا من واجبي ومن يعني مغض النظر عن انا زملكاوي بس من واجبي ان انا اعرفك المنظومة الاحترافية اللي بدور بها الاهلي. ما ينفعش اكتب عليك وحورولك يا عم دا جاد كده? لا. انا بيتعامل معاك بميرضي الله. فمن واجبي اعرفك القصة يعني. المهم? اه صحيحنا من النوم النهاردة? لقيدها الدنيا مقلوبة? ايه يا عم في ايه? ايه اللي حصل? ايه اللي جرى? مش عارف ايه? قالك الاهلي خلص في زين الدين بالعيد في صفقة تاريخية وهقولك تاريخية ليه? وبعد كده الحق دا الاهلي خلص في لاعب نادي الدحيل. الله دول مصر القتر. قالك الحق دا الاهلي خلص واتفق خلاص مع ايحي عطيت الله ونادي سوتشي. قالك هبا دا محمد كنت ايه? قعد مع امير توفيق وفيه قعدة بكرة مكملة هيعودوا في الفندق هو الوكيل بتاعه عشان خلص يا باشا يمضي. يعني يعتبر مضى. هبا? يعني العبة دي كل لاجت الاهلي? لا. الاهلي زكي. الاهلي زكي. في لعبة منهم. ممضيهم رغبة انتقال ولعبة خلص معاهم. اولهم اللي خلص معاك خلص في الاهلي بازن الله رسميا زين الدين بالعيد. المدافع الجزائري. المدافع اللي عنده اربعة وعشرين خمسة وعشرين سنة. المدافع دي ليه مستقبل. احد اقوى المدافعين في افريقيا بالتقاصم مع محمد منعم. مدافع اربعة وعشرين او خمسة وعشرين سنة. بيلعفوا منتخب الجزائر الاساسي. وكابتن فريقه. ومن افضل مدافعين افريقيا. انت خلصت فيه بسبعمية وخمسين الف يورو فقط. فقط. شرط الجزائري كان ستمية خمسة وسبعين. انت زودت خمسة وسبعين الف يورو يا معلم. قلت للنادي. اتفضل يا معلم. دي هدية مننا. نص ثمنو. نص ثمنو. النادي كان عايز مليون ربعمية. ما يقارب من نص ثمنو. سبعمية وخمسين الف يورو. شكرا. شكرا. خلصت الصفقة. اوقع اربع سنين. فتخيل اربع سنين سبعمية وخمسين الف يورو فقط. في هذا اللاعب اللي كان عليه عروض اوروبية تنهال عليه بسبب صغر سنه. واربع سنين. وما دفعتش غير فوق الشرط الجزائي خمسة وربعين الف يورو. تريد ما دفعت شرط الجزائي. زين الدين بعيد خلاص. بعد اجازة العيد ان شاء الله. في زين الدين بالعيد في النادي الاهلي. شكرا. يعني جاي مصر. خلاص ده شكرا خلص. اللعب التاني او اللعب التالي. هو يوسف ايمن لعب الدحيل القطري. الاهلي مخلص معه كل حاجة. ومفنش الدنيا سواء معه معادي مع واكيل البتاعه. ولكن هذه الصفقة لم تتم رسميا. بمعنى ايه? بمعنى ان الصفقة خلاص اللاعب مضى رغب التعقد. ووقف على تك كولر هيجتمع غدا مع عجلة التخطيط. يقول انا عايزه ولا مش عايزه. لان كولر شايف ان في لعبة موجودة في النادي الاهلي زي ياسر ابراهيم. امكانياته اعلى من هذا اللاعب. يعني كولر بيقولك لو عبدالمنعم فضل موجود. وده طبعا نسبة صغيرة جدا. عبدالمنعم عايز يحترف. هيجيب جنبه زين الدين بالعيد. مش عبدالمنعم هيكون ياسر ابراهيم جنب زين الدين بالعيد. وهو مكتفي بهذا. واجيب احتياطيين. يجيب بقى من مصر بقى العش. يجيب بقى محمد اسماعيل. يشوف محمود متولي لو لسه مكمل. لسه هيشوف القصة. في لعبة الناشئين هتصعدوا كمان ممتازين. فلعبة الدحالة القطري برضو في جيب الاهلي. لكن كولر بكرة هيقول يا ايا لا. فده اعتبر رسمي خلصان. بس يعني اخده يا ما ناخدوش. الاهلي يقولك انا اخد هذا اللاعب يا ما ناخدوش. صفقة الرابعة. يحيي عطية الله وافع الانتقال للاهلي. والراتب بتاعه مع نادي سوتشة. والنادي سوتشة هياخد مليون ونص يورو. لانتقال هذا اللاعب. آآ لي آآ النادي الاهلي. وده رقم كويس جدا في لاعب دولي في منتخب المغرب. زي يحيي عطية الله رابع آآ عالم. وده نص يورو فقط في لاعب عام ٢٩ سنة. وباكليفت يقدر يديك خمس ست سنين زي يعني معلول تاني. وهيبقى بديل جاية جدا. يعني معلول ومتميز جدا. واحسن باكليفت موجود في افريقيا بعد عالم معلول. وهيجي يوعد لمعلول بديل موسم او معلول غالبا مش هيتقايد في في الآآ مش هيلحق معلول يتقايد في في الدور الاول في الموسم القادم فغالبا معلول يتقايد في الدور التاني خلالبا جدي معلومة مهمة. بالنسبة كبير معلول مش هيلحق الدور الاول مع نادي الاهدي. لان وطر اكليس بتطول. في ناس تقول ان هو بيعمل تمرين تأهلية وبتعب عشان يعود لمستوى الكامل مش عارفين هيلحق الموسم الجديد ولا لا الله اعلم يعني. فهنشوف. احيي عطية الله برضو اعتبر خلص. ووكيل اوروبي وكلام من ده. الواكيل التاني خلاص بيخلص. يحيي عطية الله موجود مع الاهلي وبنسبة كبيرة جدا بنسبة الايحة عطية برضو بخلص في النادي الاهلي. كل ده بقولك عليه ده? الاهلي بمزاجه خلاص مخلص في الناس دي كلها وبمزاجه. يعني زين الدين بالعزة الفلوس هتتحول خلاص هو راجل ماضي على كل حاجة وده في الاهلي. طب يوسف ايمن مستنين تحولة الفلوس لو الاهلي يقول اربكرة وافع عليه. طب عطية الله مستنين تحولة الفلوس واخر توقيع مع الوكيل التاني. طيب كونتيه كونتيه موافق ووكيل ومكلم الاهلي ميت مرة وبقى هو بعد ما الاهلي كان بيجري وراء بقى هو اللي بيجري النادي الاهلي. وبكرة في جلسة مع امير توفيق هيتحدي لها الراتب بتاع كونتيه. الراتب تمام يا باشا وهيكون طبعا تمام لانه هيتنزل اثر راتبه كان في اوروبا كان تلتمية تلتمية خمسة وستين الف يورو. هيجي هنا هيقول لك يا عايز اكتر مفيش الكلام ده. الاهلي بدي تلتمية ربعمية خمسمية. حاجة تاني انا اعز اقول لك عليها اعتبر مرضو كده. الاهلي كل اللاعبه دي في جيبه يا جماعة. انا مش بهزر. الاهلي اللاعبه كل اللاعبه في جيبه. اللي خلاص جي رسمي خلاص وجاي بعد العيد ان شاء الله وبيحزم امتاعته زين الدين بالعيد. التلاثة دول في جيب كولر. يا اه يا لأ فكك منهم. موقعين كله رغبة. حاجة انا اعز اقولها ان زين الدين بالعيد لصفقة تاريخية. كمان جاي النادي الاهلي وبنظام تخفيض الرواتب وهاخد خمسمية الف دولار بس. قالك الاول بدي مليون تلتمية. مودست باخد مليون ستمية وفي ربعمائة الف اضافاتها باخد اتنين مليون. الوقت الاهلي ينهزل خالص. بقى خمسمية الف دولار بس لذين الدين بالعيد. طيب. كولر كمان اخبار قوية جدا. واكده يمكن كابتر احمد شوبر انه كولر جد تلات سنوات الموسم السابق. يعني الموسم ده وموسمين كمان. فلي بقول كولر يرحل. كولر يكسر الشرط الجزائي. كولر 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 كولر. كولر لسا قاعد على الاهل سنتين تاني. انا لو الاهلي عايز يمشي. وكولر اشترط ان الموسم يعني الاهلي مجدد مع كولر. موسمين. الموسم ده و اللي جاي. اللي بعده اختياري. من الاتفاق بين الاتنين. وكولر عايز ما بقاش فيه شرط جزائي. على الاهلي وعليه. يعني لو الاهلي مشاه ما يدفع الشرط الجزائي ليه. ولو هو مش من الاهلي هو برضو ما يدفع شرط جزائي. فلسه كدر على الاقل منتظر مع الاهلي. بقيت الموسم ده والموسم القدم بالكامل. والموسم التالت اختياري زي ما قلت. لعب الزمالك كان فوق تجيده راحنا لتركيا. اللعب محمد عواد وحارس محمد عواد. بعد ما نادي الزمالك قال له هنجدد لك بس هنخفض الراتب بتاعك من ستاشر مليون جنيه في الموسم لسبع مليون جنيه. رفض التوقيع على العقد الجديد ورفض التجديد. ويريد تفعيل العقد المقدم له من تركيا. علشان يرحل لتركيا ان شاء الله في الفترة القادمة. وقدرت الزمالك في اتجاهها للموافقة. وفي كلام كمان ان محمد صبح ممكن يرحل. والزمالك يبدأ اداره على حراس جداد. ويصعد الناشئين. ويجيب ابن كابت النادر السيد. وايضا يجيب محمد بسام. وليلة كده كبيرة في القصة دي. ولكن بالنسبة سبعين تمانين في المية عواد لو لو الزمالك برفعش الراتب بتاعه. فوق السبعة يوصل لعشر او اتناشر. هيرحل ويذهب الى نادي تركي. اه الاهلي يواجه العين في القفرق السياوية. كلام قوي جدا ان الاتحاد الافريكي والاتحاد الاسيوي. اتتمعوا مع بعض واتفقوا ان بطولة الافرق السياوي بنسبة سبعين او تمانين في المية هتعود. وبذلك الاهلي يبقى في بطولة جديدة امام العين الاماراتي في بطولة الافرق السياوية. وتحدي جديد لنادي الاهلي. وغالبا بطولة جديدة ان الله تضاف لسجيل بطولات النادي الاهلي بعد ما يفوز بها امام العين الاماراتيين. لما نتأكد من الخبر نعرفه وورا بعدها امتى ان شاء الله بازن واحد احد ازا ربنا اراد نكون اول ناس نمال لكم. اخذ فرصة الافشة. كولر اه حذر افشة تحذير قوي جدا وقال له انا الفترة الجاية هتعامل مع بعض بحذر. وانا كنت نوعه جمدك بس مش هجمدك. هستمع لك عن البرات بصورة قليلة. واللي بلغ الكلام ده لافشة هو كابتن خارج بيبو. وقال له اللي جاية هتبقى اخر غلطة لك. يعني دي كانت اخر غلطة لك. فلو غلطت غلطة تانية ستكون خارج النادي الاهلي. ولن اقبل بوجودك في النادي الاهلي. انت عملت اكتر من غلطة. واتكلمت باسلوب مش كويس اكتر من مرة سواء في غرفة الملابس او في التلفزيون. فلو غلطت اي غلطة جاية هتكون اخر غلطة لك. كان مع حكو سريقك عمرو عاطف غنات صفحة صاحب اشتركوا في القناة الان. اشتركوا في القناة الان.